قام صباح اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي بزيارة إلى مقر الخلية الدائمة المكلفة بمتابعة المشاريع التنموية حيث عقد الوزير اجتماعا مع المسؤولين في الخلية تقرير محمد أثمان بشير بالنظر لأهمية الدورة الرقابية التي تقوم بها الخلية الدائمة في متابعة وتقييم مختلف مشاريع التنمية يأتي هذا الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي مع مختلف المسؤولين بالخلية الدائمة بهدف معرفة مختلف مشكلاتهم وكذا تحفيظهم على المضي قدما نحو متابعة تلك المشاريع التنموية خاصة تلك التي تتعلق بتنمية العالم الرفي بعد تلك المشاريع التنمية في تلك المشاريع التنمية في تلك المشاريع التنمية بالنظر لأهمية الدائمة إن الخلية الدائمة المكلفة بمراقبة ومتابعة قطاعات التنمية ومنذ تأسيسها قد قدمت الكثير في مجالات التنمية خاصة تلك القطاعات التي تتعلق بتنمية العالم الرفي من ومتابعة تلك المشاريع التنمية في القناة والجيدين برا كله من هنا جيدين لكي ينتم فكر يقوم يخدمه إذن فإن الخلية الدائمة المكلفة بمتابعة وتقييم مختلف مشاريع التنمية ستعمل على متابعة تنفيذ مختلف تلك المشاريع المندرجة في جدوى الأعمال الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 شارك وزير البنية وزير البيئة والصيد ووزير المياه في عمال الاجتماع الخاص بتمويل المشاريع حماية البيئة وذلك خلال عمال المؤتمر الدولي حول المناخ بألمانيا تقرير محمد حسنات مواصلة لفعاليات مؤتمر كوب 23 حول المناخ فقد شارك الوفد الكادي في عمال الاجتماع الخاص بتمويل المشاريع والبرامج التي تعمل في مجال حماية البيئة وأن المناسبة سمحت لمسؤولي الصندوق القاص لصالح البيئة والسلطات بوزارة البيئة والصيد بدراسة الإجراءات المتعلقة بتسجيل الصندوق الخاص لصالح البيئة في قائمة البرامج والمشاريع القابلة للتمويل وأن مشاركة الوفد الكادي في مختلف الجلسات الجانبية لفعاليات مؤتمر المناخ سمحت بتسجيل غبار بودلو في قائمة الموارد الطبيعية العالمية كما أشار وزير البيئة والصيد أحمد بودو محمد إلى أهمية هذه البادرة مضيفا بأن مشاركة البلاد في أعمال هذا المؤتمر سيمهض الطريق لتنفيذ الأديد من الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بهماية البيئة هذا وفي سياق متصل فقد شارك وزير البيئة والصيد ووزير المياه والنظافة في أعمال اجتماء منظمة الأمم المتحدة حول دراسة أحوال سكان المناطق الساهلية وفي نحاية المناسبة فقد وقعت اتفاقية شراكة بين السيد حسن توكا ومجموعة شركات فرنسية تعمل في مجال الزراعة وذلك بهدف تعزيز قطاع الزراعة وتنمية العالم الريفي قام المدير العام للشرطة الوطنية طاهر اردى طاهرو بزيارة عمل إلى لواندا عاصمة جمهورية أنجولا والتقى خلال زيارة بوزير الداخلية الأنجولي حيث وقعت على اتفاقية تعاون في مجال الأمني بين البلدين تقرير محمد اسمع البشير بعد وصوله إلى مدينة لواندا عاصمة جمهورية أنجولا المدير العام للشرطة الوطنية فريق أول طاهر اردى لقيا استقبالا حارا من قبل نظيره الأنجولي حيث كان الغرض من هذه الزيارة هو الاستفادة من التعاون المشترك بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار وتبادل المعلومات الأمنية بين تشاد وأنجولا طاهر اردى المدير العام للشرطة الوطنية استغل زيارته هذه وقام بجولات شملت مختلف القطاعات الأمنية للشرطة الأنجولية حيث شملت تلك القطاعات قطاع شرطة مكافهة الجريمة وشرطة مكافهة الإرهاب والمخدرات وأقد المدير العام للشرطة الوطنية طاهر اردى اجتماع عمل مع وزير الداخلية الأنجولي فوغا تافاريس توجى هذا الاجتماع باتفاقية وقعت بين الجانبين من أجل التعاون الأمني بين البلاد وأنجولا فيما يخص مجمل القضايا الأمنية خاصة مكافهة الجريمة المخدرات الإرهاب جدير بالإشارة أن هذه الزيارة كانت ناجحة بكل المعير نتيجة لتلك الجهود التي بذلت من قبل قيادات البلدين فيما يخص موضوعات الأمن والسلام في أرجاء القارة السمراء نظمت صباح اليوم وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنصيق مع المفوضية الأوليان لشؤون اللاجئين ورشة تدريبية إقليمية حول تقوية الكفاءات لصالح موسيلي المنظمات غير الحكومية في دول إفريقيا المركزية تقرير منا حسن سوكايا تجيء هذه الورشة الإقليمية لأجل تقوية الكفاءات وبناء القدرات لصالح المنظمات غير الحكومية في دول إفريقيا المركزية من أجل تحسين الوصول إلى الإدارة المالية الجيدة والمواردة البشرية في تحقيق الكفاءات الفاعلة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية والتي نظمتها وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وذلك بهدف تبادل الأفكار والخبرات ومواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية والتشرد والنزاعات خلال هذه الورشة تحدث ممثل مفوضية العليا لشؤون اللاجئين قال بأن المنظمة الدولية تقوم بالدقت على السياسات الوطنية والإقليمية والمحلية لحماية ورعاية من السكان المتضررين وجحات الفائلة ميدانيا منسق تهالف منظمات غير الحكومية في دول الإفريقيا المركزية عبد الحكيم طاهر حيث تطرق إلى أهمية هذه الورشة الإقليمية في الوقت الراهن والتي ترمي إلى ترقية المواهب في كافة المجالات الاقتصادية والاشتماعية والفنية أما الأمين العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي جوكني نور فقد قدم شكره لشركاء البلاد وخصوصا المفوضية العليا والمنظمات غير الحكومية على دعمهم ووقوفهم الثابت مع البلاد في مواجهة علاقبات التي تحول دون الوصول عليها الأهداف التنموية أطلقت صباح اليوم الأمين العامة بوزارة البيئة والصيد افتتاح عمال الورشة الوطنية لإعادة تقييم عمل الخطة الإدارية لحظيرة سانورة بمحافظة مايو دلا بإقليم مايو كبي غرب نظمت هذه الورشة الوطنية بهدف إعادة تقييم عمل الخطة الإدارية لحظيرة سانورة في محافظة مايو دلا بإقليم مايو كبي الغربي في كلمته بهذه المناسبة ممثل منسق مشروع حظيرة سانورة بالبلاد الذي قال إن هذه الورشة تسمح للمشاركين بتلقي العديد من المعلومات حول كيفية المحافظة على المحمية وحيواناتها من الصيد الجائر طالبا من جميع المشاركين التركيز التام خلال فعاليات الورشة بغية الخروج بنتائجة وتوصيات إيجابية تخدم المصلحة العامة للحظيرة الأمينة العامة النائبة لوزارة البيئة والصيد سعدية أثمان دابا خلال افتتاحها لأعمال الورشة أوضحت بأن هذه الورشة تسهم في تحسين أداء العمل بالمحمية وتكسب المشاركين بها فنون عدة في دراسة المواضيع المتعلقة بها وفي نهاية حديثها قدمت شكرها للمشاركين والممولين على حد سواء هذا وسيناقش المشاركون خلال هذه الورشة مواضيع عدة تتعلق بحماية الحظيرة أبرزها مشكلة الصيد الجائر للحيوانات البرية والصعوبات التي تعيق سير العمل بالإضافة إلى وضع استراتيجية للخطة الإدارية للعمل في المحمية يذكر أن حظيرة سنة وراء انشأت في العام 2010 بموجب قرار وزاري رقم 11 الصادر بتاريخ العاشر من يونيو من العام 2010 من وزارة البيئة والصيد كمجمع وطني تعيش فيه العديد من الحيوانات البرية وذلك بمبادرة كريمة من سكان المنطقة حفاظا على الحيوانات عقد مساء أمس الرئيس الوطني للحزب الديمقراطي الشعبي الشادي مؤتمر صحفي تناول من خلاله القضايا الوطنية الراهنة جرت المناسبة بمقر الحزب تقرير عبدالله هروم قرم يجيو حز المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الوطني للحزب الديمقراطي الشعبي الشادي جيميك كلماء باقاو والذي تطرق فيه إلى مجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأوضح الرئيس الوطني أن البلاد منذ سنوات عدة شهدت ميزة خاصة في جلب العمن والاستقرار داعيا مناضلية الحزب بضرورة التمسك من عجل تقوية الحزب ومواجحة التحديات الراحنة كما طالب الحكومة بتطوير القطاع الخاص كالزراعة والتجارة من عجل تنمية الاقتصاد الوطني إلى أفضل حل وأحث المواطنين على العمل والاعتماد على النفس وتطوير الزات داعيا جميع الأطراف إلى طاولة الحوار وتقدير ظروف الحكومة بسبب المشاكل التي تواجهها والتي تشمل المشاكل العمنية التي يعاني منها الدول الجوار وأثناء مداخلة ممثلي وسائل العلام المختلفة بطره أسئلة حول هذا الموضوع رد الرئيس الوطني للحزب على هذه الأسئلة مناشدا أيضا الحكومة بضرورة فت فرص عمل للشباب وخاصة عامل الشحادات الجامعية قام رئيس شبكة الصحفين الشديين أدم منغناء أدم برفقة عمدة بلدية الدائرة العاشرة بإزيارة تفقدية للمدارس التعليمية بأدف معرفة سير العملية الدراسية في المساة التعليمية تقرير ابتسام موسى أبد الله وقراءة أحمد خميز جمع ضمن سلسلة نشاطات شبكة الصحفيين من أجل تطوير الرياضة في شات قام رئيس الشبكة برفقة عمدة بلدية الدائرة العاشرة قاموا بزيارة تفقدية بهدف سير العملية التعليمية حيث شملت الزيارة كل من ثانوية النهضة النموذجية المزوجة الكائنة بحي قج شرفة والابتدائية الأهلية الكائنة بحي قوز التور وفي هذا الإطار فقد تحدث رئيس شبكة الصحفيين الشديين عن أهمية هذه الزيارة نشاطات شبكة الصحفيين والمساء المائر والكبراءة الأمدرسية والسيد المدير والأساتيسة نشاطات شبكة الصحفيين وقمنا بحي قوز التعليمية ومعنا بحي قوز التعليمية نشاطات الزيارة بدوره عمدة بلدية الدائرة العاشرة فقد تعبر عن فرهته بهذه البادرة التي قامت بها الشبكة وطلب من المعلمين الالتزام بالنظم التعليمية نحن نعرف على المساعدة ونحن نعرف على المساعدة والمساعدة ونحن نشوفون التلاميز ونشكرون كثيرا ونسألون ما هي الشبكة ونسألون ما هي الشبكة بعد ذلك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعلاك وفاقانا نقدر نقبل أن نكوريجيلا لشياء صوباتم داشا للتلاميز ما يلقوا صوبات والجدير بالذكر فإن مثل هذه الزيارة التفقدية التي قامت بها الشبكة سترفع من معنويات الطلبة وإن هذه الزيارات ستشمل جميع دوائر العاصمة أنجمنا اشتركوا في القناة